طيب فيطار الأخبار الحصرية والانفرادات اللي بنفرد بها هنا في برنامج الترند ويمكن كنت بتابع معاك وبكلمكم على السوبر الإفريقي ما بين الأهل والزمالك في المملكة العربية السعودية سوبر آخر ولكن سوبر مصري بيزد الله إن شاء الله يمكن خلال ساعات سيتم الإعلان والتحديد بشكل رسمي عن إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر ده كلام يمكن في الاجتماعات وفي الغرف المعلاقة تم الاتفاع عليه بشكل رسمي ما بين الجانب المصري مع الجانب الإماراتي ويمكن ده خبر بنعلنه من خلال شاشة قناة الأهل عبر برنامج الترند إن خلال الساعات وفي خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن إقامة مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر الناس كلها بتسأل يعني عن العب السوبر مع الزمالك يوم 27 تسعة صحيح في الرياض والأهل هيتير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباريات السوبر المصر طبعا بنسبة كبيرة إن شاء الله الأهل هيكون طرف أصيل في هذه البطولة لابنتكلم على السوبر المصري في الإمارات بمشاركة 4 فرق وهي البطولة اللي تم تسميتها في المسمى الجديد سوبر المصري للأندال أبطال بمشاركة 4 فرق بطل كأس الرطة بطل كأس مصر وبطل ووصيف الدوري العام فبنسبة كبيرة إن شاء الله أن هذه الأهل هيكون ممثل في هذه البطولة وهذه البطولة ستنطلق بعد مباريات كأس السوبر الإفريقي اللي هيتلاقي في المملكة العربية السعودية يوم 27 تسعة ده خبر خاص وانفراد لحضراتكم هنا من برنامج التريند لسه وصل حالا وتم التأكيد من خلال هذه الموعيد أن السوبر هيتلاقي في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر وبإذن الله تكون مشاركة جيدة فرصة لبطلتين كبار جدا سوبر إفريقا سوبر مصري في فترة قصيرة جدا ما بين مملكة العربية السعودية في الرياض وفي الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في إمارة أبو زبر ترجمة نانسي قنقر